اخوان كلس سوري المدير الفني لنادي الزمالك ده بعيد بقى عن مباراة الاهلي والزمالك وافق بشكل رسمي على عودة يوسف اوباما الى الفريق بعد انتهاء فترة اعارته بنادي الحزم اوباما هيعود لمران الزمالك خلال الفترة القليلة القادمة وهينتظم في تدريبات الفريق كمان الزمالك قرر عودة حمدي علاء للفريق مرة اخرى بعد انتهاء اعارته من فريق البنك او مع فريق البنك الاهلي وحمد علاء من العيبة اللي كان طالب اوسوريو من بدر وشافه واعجب به في الزمالك برضو حكاية احمد فتوح طبعا سمعوا كل شوية كلام بتاع احمد فتوح هينضم للنادي الاهلي احمد فتوح خلص مع النادي الاهلي احمد فتوح ممكن يطلع يحترف قبل النادي الاهلي انا هحكي لك تفصيلة بسيطة في قصة احمد فتوح سيبك بقى من قصة الاهلي دي احمد فتوح نادي الزمالك بيتحرك طول الوقت انه يجد التعاقد احمد فتوح واحمد فتوح ما عندهش مانع انه يجد التعاقده مع نادي الزمالك احمد فتوح طلب حاجة واحدة بس من مسؤولي نادي الزمالك تسويت مستحقاته القديمة حصوله على مستحقاته القديمة وبعد كده يقعد ويجدد التعاقد مع نادي الزمالك واعتقد الامور دي هتخلص قبل بداية الموسم الجديد كمان في نفس الاطار الزمالك عايز يخلص من صداع تجديد عقد محمد صبح حارس الفريق محمد صبح عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم هو عايز برضو يجدد له عقده قبل بداية البطولة العربية هو شايفين او نادي الزمالك شايف انه محمد صبح اصبح الحارس الاساسي للفريق وزهير في السن فما فيش مجال الاستغناء عنه او الصبر لنهاية عقده والرحيل عن الفريق كمان الزمالك بيدرس الاكتفاء بعودة المعارين فقط قبل البطولة العربية انتعارفين موضوع الكويد هيفتح امتى هيفل امتى هيحصل ايه فيه لغبطة كده في القصة دي فالزمالك شايف انه يعتمد على المعارين اللي هيعودوا للفريق قبل البطولة العربية والصفقات الجديدة يحسمها نادي الزمالك بعد البطولة العربية اللي هتقام مع نهاية شهر سبع ده بالنسبة لنادي الزمالك